موسيقى استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد تتضفر جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب بمختلف المراحل التعليمية والحرص على تقديم كافة الخدمات هذا وتستعد وزارة الداخلية بانتشار الدوريات المرورية كما تكسف حملاتها في الشوارع لتسهيل الحركة المرورية بمناطق المدارس حيث ستعمل على فتح عدد من الشوارع بالتزامن مع عودة العام الدراسي الجديد لسهولة حركة المواطنين وأولياء الأمور وزارة النقل هي الأخرى أعلنت على لسان وزيرها هشام عرفات رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل متر الأنفاق بجميع المحطات بالخطوط السلاسة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد وشدد الوزير على ضرورة تزليل كافة العقبات أمام الركاب والعمل على سرعة حل المشاكل التي يمكن أن تواجههم واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة كما أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ بالهيئة حيث قرر تشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية يأتي هذا في حين يفتتح علي المصلح وزير التموين وعمر نصار وزير التجارة والصناعة الأربعاء المقبل معرض أهل المدارس والذي يستمر في الفترة من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين سبتمبر الجاري استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد المعرض يهدف إلى مساندة المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات المدارس والجامعات بأسعار مناسبة حيث يتضمن المعرض سلعاً ذات أسعار مخفضة لدعم المواطنين مع دخول العام الدراسي الجديد ما أكثر التحديات الأمنية اللي بتواجه الشارع المصر يمكن دايماً بيتبادر للدهن الوهلة الأولى التحديات اللي بيفرضها الإرهاب والعمليات الإرهابية الخاسيسة اللي بتستهدف أمن المواطن المصري وتهدف دوماً إلى ترويع الآمنين لكن المسألة هي عميقة جداً جداً كل شيء بيدور في الشارع المصري هو أمن القائمين على الأمن معنيين به في المقام الأول عمليات البيع والشراء السيولة المرورية احترام قواعد المرور البيع الجائلين كل ملمح في حياتنا أي مجرد أن المواطن يخرج من بيته وتواجه إلى مكان عمله أو مكان درسته أو ما إلى ذلك هي الشغل شاغل للقائمين على إدارة المنظومة الأمنية في مصر هيكون لنا كلام كثير حول هذه المحاور وثيقة الصلة بالانضباط في الشارع المصري ومعي ومعكم في هذا اللقاء سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير داخلية سابقاً أهلا بحرية سيادة اللواء أهلا منك الحديث يطول بالتأكيد عن الأمن المصري ونجحنا في كثير من الاختبارات ربما دايماً لو حضرتك تتذكر معي لما بيكون بالذات فيه أعياد أو فيه مناسبات أو أحداث استثنائية بتمر بيها مصر دايماً بيكون فيه تلويحات وتهديدات أنه هيكون فيه تعكير لصفو المصريين وينجح الأمن في الاختبار وينجح المصريون كعهدنا بهم دائماً في كثير من الاختبارات وتذهب كل هذه التهديدات أدراج رياح وننعم بالأمن والأمان في الشارع المصري وده بالتأكيد مش وليد فراخ منظومة أمنية متواصلة ومتكملة بتعمل على قدم وصاق في هذا الإطار يعني أبرز ما يمكن أن أتوقف عنده فيه المهام الملقى على عاطق الأمن خاصة في مثل هذه الأيام شوفي بسم الله الرحمن الرحيم اسمحي لي أن أبدأ بتخديم تحية الإجبار والإعزاز لكل شهداء الوطن وأنا أدعو الله أن نتعافى في مصر ممن يسعون إلى أن يحولوا بيننا وما بين حلم ومستقبل آمل وواعد بإستقلها دي أول حاجة أحب أبدأ بها وأنا أستغل بقى أن أنا ألقط من الكلام لحضرتك قلتي حضرتك اتكلمتي على بعض السلبيات التي تكتنف الأداء الحياة اليومي المصري وهذه السلبيات إحنا لازم نحصرها قبل أن نبتدي نتكلم عليها يعني مش ممكن أن نتكلم عن استقرار ساحة وأوضاع أمنية على ساحة بدون أن نعرف ما هي محددات هذه الساحة ما هي المدخلات اللي دخلت على هذه الساحة ما هي الأوضاع المؤثرة التي قد تكون مسببة في بعض الأحيان لاحتقام هذه الساحة كويس؟ وإحنا عندنا هنا زي برضو محضرتك تفضلتي وأشارتي أوضاع عديدة جدا أوضاع مناسبات خاصة هامة جدا ومصريين دائما بيحبوا يحتفلوا بالمناسبات الخاصة ويحبوا يقننوها ويدوها شكل من أشكال القداسة يمكن أحيانا في بعض حينقصوا لوئكات مناسبات دينية كويس؟ طيب وهذه المناسبات الخاصة قد تكون عبارة عن جاذب شديد جدا للمخطط الإرهابي أن يتولى تخطيطه لكي يفسد عزي المناسبة على المصريين ليه؟ ليه كان يبلغ رسالة عالمية إحنا عايشين في قرية قرية عالمية يبلغ رسالة أن هذا البلد غير أقام اسمح لي قبل ما نخرج للمعطيات والمحددات المهمة جدا أنا حارك تفضلت بالإشارة إليها واللي بالتأكيد هنفندها واحد واحد لكن سريعا ننطلق لمتابعة مجلس أخبار الساعة مع زميل أمل نعمان ونعود لحضراتكم من جديد لمتابعة هذا الحوار يتواصل الحديث مع سيادة الواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية سابقا وكنا نتحدث عن إدارة الأزمة وأهمية أن يكون في استباقية في إدارة الأزمة خاصة عندما نتحدث عن أمن المواطن المصري وأمن مصر وكمان فكرة الحقيقة وحريك أن تتكلمت عن موضوع ده سريع يعني قبل ما نخرج للفصل الأخباري وأثناءه نحن نعالج المرض نفسه للعرض لأن ده اللي فعلا مش حيوفر مسكنات مؤقتة وهو ده اللي حيكفر لاستقرار في مصر قرأت حضرتها كيف أنت هو أنت قلت لوقتي الحل طب جايباني ليه؟ لا إزاي بقى شوفي هو عشان ندير الموقف بصفته أزمة وموقف أزماني يعني لازم نديره بأسلوب إدارة الأزمات وهنا الأزمة دي بتتطلب إدارتها أول حاجة توفير أكبر قدر من المعلومات عشان أوفر معلومة هنا لا مش محتاج أو أوفر معلومة بس أنا بوفر معطيات أو مدخلات بتخلينا لازم نبعارفينها كويلا وبصنا كويلا طيب لازم نبص في الأول طيب اجتماعيا أو الإنسان نفسه والإنسان ده أعز ما نملك وأعز ما أنا أعتمد عليه الإنسان هنا اللي أنا لازم أبص عليه اللي بيعاني إحنا عندنا على ساحة الإنسان أولا أوضاع خاصة بالأمية وخصوصا الأمية الدينية اللي بتفرز أغرب أنواع المفسرين من زاوي الهواء أوضاع خاصة بالتعليم مش هنا مش بمعنى الأمية هنا التعليم بمعنى الأبجدية الواجب توفرها علشان أنا أبتدي أبقى إنسان عايش بمعطيات القرن الواحد وعشرين لازم أبقى أعرف متعلم وما بقاش أمي كويس لازم نعرف كمان إله الأوضاع الخاصة بالمشاكل حياتي إحنا عندنا في مصر مبولة اسمها أطفال الشوارع أطفال الشوارع دلوقتي وفقا لتعداد الجهاز المركزي عدد كبير جدا وأطفال الشوارع ده لن يظلوا أطفال بيجبروا واخد يبالك إنه بيقدر يتعيش في الشارع يعني بيخود محن بيواجه أمراض بتخلقي واحد عنده جلد عنده جلد غريب وعنده أيضا بغضاء للمجتمع دي مهمة جدا عندنا طبعا أوضاع خاصة بالبشر والاقتصاد زي الغريمين والغريمات أنت فكرك يعني إن البيت اللي يلاقي ربة الأسرة أو رب الأسرة في السجن عشان اشترى تلاجة هيبقى بيت مستقر أو هيطلع النتائج مستقرة طيب هنلاقي أوضاع أخرى خاصة بعملية الاستهداف الإنسان المصري من خلال الماسميديا أو الإعلام العالمي أو الإعلامي إحنا عايشين دلوقتي في قرية كونية قرية عالمية ما فيش حد بتستخبه وممكن جدا أنا من خلال هذه الأجهزة العظمى إن أنا أوجه للإنسان في أي دولة معينة أو في توقيت معين ما يجعله بؤرة احتقال تؤثر في الآخرين كل ده لازم نحطه قدامنا في الأول طيب دي البنيادة المتأثر طيب إيه نوع الأخطار اللي بينجم عن هذا إحنا كمصريين عملنا عاملة لا يمكن حد يقدر ينكرها علينا في العالم إحنا في مصريين ككل بقى في 30 يونيو جمدنا سياسة الشرق الأوسط الجديد لم نوقفها إحنا جمدناها داخل مصر نتيجة الإنسان المصري ونتيجة عمق الإنسان المصري وجزوره ونتيجة إنه الإنسان المصري ده غير أي إنسان تاني إنسان له مكونات ضاربة في الأعماق قدر إن بيها يجم من سياسة السرق الأوسط الجديد أو الفوضى القلاقة داخل مصر ولكنها مستمرة حوالينا مستمرة حوالينا وبالشدة شوفي الوضع في جنوب في السودان شوفي الوضع في الغرب في الليبيا شوفي الوضع في سوريا شوفي الوضع في البحر الأحمر ونهيته في اليمن دي حاجة تحصر كويس إحنا كلنا شوفي بقى إحنا إزاي هنا المطلوب مننا كإدارة أزمة أن نحافظ على هذا النسيج الاجتماعي الآمن وأن نحافظ أيضا على كل مسببات أو كل الأوضاع اللي بتخلينا ننتج وخلينا نعيش حياة القرن الواحد وعشرين وأيضا بتخلينا لازم نعرف إحنا لسنا فقط وحدانا في المدان إحنا موجودين في وسط عالم بيموك حوالينا في وسط إقليم صعب جدا أنك أنت تنكري نفسك منه أنت أساس هذا الإقليم مصر هي ليست فقط في إقليمها الإفريقي أو الإقليمها الأسياوي أنت عاشي عندك في شين مصر ليست فقط مقر لمنظمة جامعة الدول العربية مصر ليست فقط مؤسس منظمة الوحدة الأفريقية دي مصر مؤسس منظمة الأمم المتحدة وأصلا لو تيجي تشوفي ميساق الأمم المتحدة هتلاقي المقتبس من ميساق دمائة الدول العربية كل ده مصر مش ممكن هتيجي تعمليها على أنها أي كلام أو تعمليها على أنها زيها زي غيرها آه كل دولة اللي احترامها ومصر من دول السباقة إلى الوجود القارة الأفريقية بالخمسين دولة اللي فيها إلى وجود النظام العربي إلى وجود النظام الإقليمي اللي احنا فيه ولكن لازم نعرف أنه مش حنترك لوحدنا مش ممكن نكون احنا عايشين بعيدين بقى عن كل ده آه مصري جمد ده سياسة الشرق الأوسط الجديد المصري جمد سياسة الفوضى الخلق ولكن ها مستمر اللي جاديين كل ده بقى نحطه في اعتبارنا اللي هي المسببات اللي هي الأوضاع اللي ممكن تخلي فيه وأوضاع غريبة جدا زي اللي احنا بنناقشها دلوقتي نعنيف كمان ده انت عندك مخدرات تخليقية رهيبة موجودة دلوقتي في المجتمع انت عندك ناس لما تلاحظ بيقرأ الجرائم اللي بيقت الأولاده اللي بيقت الأم الحاجات لازم كلنا نحطها فيه في اعتبارنا من هنا بقى ننطلق إلى كيف سنواجه هذه الأزمة أول أزمة مواجهتها ان احنا نعرف ايه مسبباتها مسبباتها في مطالبسات وكلها متدخلة بطالة أوضاع اقتصادية غير مواتية أمية في ممارسة الحياة وتطبيق القوانين تعليم محتاج يساعد إلى ما نصبه إليه أيضا حاجة مهمة جدا القدوة والمثل لا يمكن أنا كرب أسرة هكون قدوة والمثل وأنا أعاني أو أنا رجع ملخبط أو متعاطي مخدرات لا يمكن القدوة والمثل كل ده لازم بقى زي ما حددناه لازم نعمله إدارة أزمة إدارة الأزمة أساسها علم ما هو الخطر ده الخطر وليس خطر قادماً من الخارج فقط وليس خطر قادماً مننا فينا ولكنه خطر إحنا بيوجه إلينا علشان يحدث نوع من أنواع عفتقاد السقة ما بين المواطن في مصر وما بين النظام الحاكم روح تشكيك في قدرات الدولة وجهاز التنفيذ للدولة على اكتياز الصعاب وعلى القفص فوق المعوقات اللي بتخلينا اللي عايزين نقفز فوقها لنصف المستقبل فده مهم جداً نصف المسلث الفقر والجهل والمرض وأن يكون فيه توازن ما بين تحقيق حقوق المواطن ووجباته في ذات الوقت يعني أنه ينعم بالأمان في الشارع اللي بيمشي فيه تكون كل العقابات مذللة مرور آمن وسائل المواصلات يعني مواتية رعاية صحية تعليمية وما إلى ذلك وهو ده اللي بيفسح المجال المواطن أنه هو الديمقراطية شجرة الديمقراطية لا تنمو إلا في مناخ آمن وصحيح مش ممكن حتنمي شجرة الديمقراطية وإنت عندك مناخ مش آمن شوفي الأمن هو حجر الزاوية في كل الأنشطة اللي مطلوب إن احنا نمارسها علشان نعيش القرن الواحد وعشرين هنا الأمن حجر زاوية وبس أنا بقى بحط جنب الأمن الأمن والإعلام ليه؟ لأن الأمن والإعلام يدوران في فلك استراتيجي واحد وهو حس الجماهير الجماهير اللي لازم تواجه تواجه مشكلاتها من خلال وضوحه وضوحه الرأي ده أنا مقدرش أقدمه له إلا من خلال إعلام رشيد ومتعقل في أداءه وهادف يبقى أول حاجة في إدارة هذه الأزمة إن احنا بنوزع الأدوار ليس فقط دور الجهاز ليس فقط المعلم والتعليم ليس فقط الأزهر والكنيسة الأزهر والكنيسة من خلال بيت العيلة من خلال الواجب التوعوي اللي بيقوموا به كويس ده مهم جدا لكن فيها فقدم ممكن ما نسميه قنابل موقوطة بتشكل عوامل معرقلة جدا نحن نحقق فعلا التقدم الملموس اللي بنتطلع عليه حضرتك تحدثنا عن أطفال الشوارع العشوائيات يعني كل هذه السلبيات الغريمات الغريمات غيرها يعني غيرها احنا في النهاية احنا في أمس الحاجة ان احنا نخلق مواطن منتج مواطن صالح في المجتمع وللأسف عدم حل هذه الظواهر بتأدي بالعكس يعني بيبقوا في بعض الأحيان وقود لأعمال منافية للقانون وقود لأعمال الإرهابية على فكرة أنا مش معاكي في نقلك مواطن احنا نصنع مواطن اللي بيخلق ربنا ونعم كلام سليم فأنا بقولك فعلا الكلام اللي انت بتقوليه ولذلك احنا قلنا في الأول لتقين أنا وحضرتك على ان احنا فيه أزمة هذه الأزمة تتطلب مواجهتها بأسلوب إدارة إدارة اسمها ادارة الأزمة أول حاجة فيها لنعرف احنا مين واحنا فين واحنا عايزين ايه بقى ونبتدي نخطط احنا برضو من الناحية الأخرى عرفنا ايه أوجعنا المجتمعية عرفنا ايه أوجعنا الثقافية عرفنا ايه هدفنا المستقبلي نبتدي بنوضع خطة بقى للمواجهة هذه الخطة بتتطلب أولا يكون فيها وضوح الرؤية تحديد الأدوار لكل مشارك دي مهمة جدا تحديد الأدوار وتوزيع المسئوليات وتحديد المدى الزمني عشان مش غير كده مش هتاجر مش هننفع في حاجة خالص تغص الإنسان لأن الإنسان محتاج وضوح رؤية محتاج توجيه معين محتاج موجه أنا مش هقول تعليم وهنسى المعلم لا يمكن المعلم ده أهم شيء في كل اللي احنا بنطالب به واخد بالك كمان المعلم دي في المرحلة الأولى في المراحلة المتقدمة اللي هي المرحلة الجامعية وما قبل الجامعية يعني في السنوية محتاجين علم مش فقط علم نظري محتاجين علم تطبيقي بتاخدي خبرات من مارس كويس وبتوظفيها لخدمة هدفك اللي هو القضاء أو مواجهة دلوقتي هنبدأ بالمواجهة وحنوصل ليه احتواء اللي هي العملية المهمة جدا وبعد كده هنبتدي نسقي الشجرة بتاعة الممارسة الحياتية على ذكر الممارسة الحياتية سيدة الواق في جزئيتين مهمتين جدا الجزئية الأولى أن الوازع الأخلاقي والوطني يكون مغروس بقوة لدى المواطن نفسه بمعناه أننا احترام الآخر أننا أحافظ على الممتلكات العامة والخاصة أننا أتعامل أن دي حاجة بلدي لازم أحافظ عليها لازم أكون دعاية حسنة البلدي لازم أحترم القانون أحترم قواعد المرور وكل يعني ما يتعلق بهذه الجزئية الجزئية التانية أن حتى لو لم أتحلى بهذا القدر من الاحترام للنفس والمواطنة كما ينبغي أن تكون يجي بقى قوة الرضع القانونية اللي تجرم أي تصرف منافي لدى شوفي أتحلى بالمواطنة أهو أنت كده جبتي الآخر أنا كنت لسه بقولك علم التطبيقي غير العلم النظري العلم التطبيقي ده اللي هو به هنغرس الشعور بالمواطنة والانتماء الوطني لكل الشباب اللي طالع اللي هي المرحلة اللي مطلوب فيها أنك أنت تغرزي فيها هذه الأوضاع الخاصة بالمواطنة والانتماء الوطني وأيضا لازم يكون عندنا شعار مهم جدا أن كل المشاركين في مواجهة من خلال إدارة هذه الأزمة لازم يعرفوا أنه لا عاصم لنا اليوم كمصريين ملناش عاصم إلا في تمسكنا بوحدتنا الوطنية وبسلامنا الاجتماعي وبقيم مجتمعنا ودي كلها لا تتأتى إلا من خلال الشعور التام بالمواطنة والانتماء لهذا الوطن لازم نبقى عارفين وبعدين بقى حطي بقى كله بييجي مع بعض فكرة اللي كان فيه من كم سنة الإعلانات أو الإعلام بتاع تعديد النسل حسنين ومحمدين أريد أن نجح جدا ده مش إعلان بقى ده طالع من مبنى ده إحنا عايزين حاجة تكون لها ويطلع عليه أغاني ومش عارف إيه الناس تأخذها بدحك والمصريين يحبوا يغلفوا كل مشاكلهم في إطار ضحك جميل جد وليه لأ كلام سليم فلازم تبقى عارفة أنه المواطنة لا تتحقق إلا من خلال وضوح في رؤية من خلال قدوة ومثل يعني أنا نفسي حد بيقول لي أنت بكل شوية تقولي الأمن أنا نفسي بقى قمشي في مدان التحرير كده ولاقي في كل مدان التحرير ده عسكري واحد ماشي لابس لبسه وغطى راسه وحطت إيده وظهره ويتمخطر مفيش حد بيخالف مفيش حد بيخالف ليه لأن أنا بسحل لما بشوف مثلا عربية إنخاذ أو عربية إسعاف أو عربية وعمال الراجل يضرب فيه الآلة التنبيه والإنذار بتاعته ومحنش عارف حتى يوسع له ليه لأن إحنا لازم نعرف أنه إماطة الأذى عن الطريق دي صدقة طبعا أصلا دي صدقة يعني لما نيجي نقول الدين بقى وصحة دين لحيث قفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا والناس ريام تدخلوا الجنة بسلام طب أخيرا يا فندم مع بدء الدراسة الحديث يتصاعد عن إن إحنا نوفر الأمن للطالب الأمن للمؤسسة التعليمية نفسها الأمن الممارسة نفسها التعليمية وأثناء الدراسة أثناء الامتحانات إن ما تتعرضش أي اختبارات للتسريب وما إلى ذلك يعني مثل ما حدث فيه السابقة أفتكر دا مش بمنأة عن الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه أخذ تعقيم أخير من سيادة شوفي عايز أقولك على حاجة عملية الشقاوة أو عملية التسريب أو عملية البتاعة دي على فكرة ظاهرة صحية أنا وانا عايز واحد روبوت إنسان آلي لا ما هو لازم يشق عشان الطيب والشارس والقبيح يبان علشان خطر الطيب حيمسك المجرم ما هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق دا زي ما خلق دا لما نيجي مثلا نبص على الموضوع طب ما كل السموم اللي في أي مادة ما هو مواد طبعي بس أنت بتستخدميها في إيه حسب الشكل تعالي استخدام بتاعك فأنا بقول لحضرتك أنا محارج بس هي برضو بتعمل بلبلة بتأثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة الله ده ده بتأكيد الله ده بتأكيد ولذلك احنا لازم الصالح يوقف الطالح ويدي له عقابه السليم وكل دا عايز إنسان سليم وجميل في أدائه عايز إنسان سليم وجميل في مواطنته وانتمائله وهذا الوطن عايز مدرسي علم عايز قدوة ومثل في المجتمع عايز إعلام متعقل ورشيد وله هدف أسمى كل دا كويس إن احنا بتاتينا نتكلم ده كده كلام يبقى ياريت نستمر في مثل هذه الأوضاع أو المواضيع بس نستمر بقى ويكون معاك مشاركين من كافة الرؤى اوعي تفتكري إن أمن الواحده هي من الحاجة إعلام الواحده هي من الحاجة ده كل ده مواطن عايز مصر تبقى حلوة عايز مصر تبقى بالقلقة عايز مصر تبقى يعني اللي هي مش عادر أقول لك قاطرة التنمية ليس فقط في إقليمها العربي أو إقليمها الإفريقي أو إقليمها الأسيوي أو إقليمها الإسلامي ولكن في العالم كل وهي تستحق هذا بالتأكيد أنا أشكر حضرتك جزيلا شكرا سيادة الواقع محمد زكي مساعد وزير الداخلية سابقا شرفتنا شكرا نبقى معكم مشاهدين الكرام ويبقى أيضا واحد من الأحلام اللي بتراود المصريين قيادة وشعبا أن مصر تصبح مركز إقليمي لتجارة الطاقة وبتأكيد فيه كثير من المؤشرات التي تدلل على مسارعة الخطة ويعني قرب بإذن الله تحقيق هذا الحلم وقتنا الحوارية القادمة مع تحديات الطاقة وماذا تفعل مصر اللي مواجهت هذا التحدي معكم بعد التواصل